اشتركوا في القناة اتعرفنا في الجزء الاول على الميديا المستخدمة في النيتورك عندي عرفنا ان عندي نوع باوندد ونوع انباوندد وتكلمنا عن النوع الباوندد اللي هو توستد بير والكابل الكو اكسل والفايبر اوبتك والايتريبل ايه وعرفنا كل كابل منهم بيتكون من ايه و ايه خصائصه وعرفنا ايه هي الكنكتورز بتاعت كل كابل النهاردة ان شاء الله في الجزء الثاني هنتعلم ازاي نبني شبكة ولكن نبني شبكة من ناحية توصيل الكابلات والتنظيم وكده مش من ناحية الحتة اللي هي بتاع السوفتوير واني نحط عنوان وازبط السيرفر بتاعه وبتدي ارسل وستقبل بيانات هنتعلم ازاي بس نركب الكنكتور الارجي 45 في الكابل اليوتيبي قبل ما ابدأ بس في الحتة ده اتعايز اتكلم عن حتة كنت نسيتها في الشطر التاني في الجزء الخاص بتاع النتورك ديفايس وهي النتورك الميديا كونفيرتس الميديا كونفيرتس ازاي احنا شايفين كده جهاز بحطه في الشبكة عندي عشان يربط لي نوعين مختلفين من الشبكة في من ناحية الكابلات المستخدمة يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا عندي شبكة الشبكة دي كنت بانيها ومعتمد على الكابل اليوتيبي فيها مضبط الشبكة عندي وبستخدم الميديا كابل اليوتيبي طيب انا دلوقتي عايز اوسع الدنيا وعايز اسرع الدنيا عايز استمر مع التحديث واحدث نفسي مع التكنولوجيا وتتحدث اعمل ايه طيب فاقلت هكبر الشبكة بقى وابن ايه؟ استخدم كابلات الفايبر زي ما احنا معرفنا ان الفايبر اسرع من اليوتيبي واامن منه طيب العمل ايه في الموكف الاذا دوت؟ اهد الشبكة بتاعتي مثلا اهد الكابلات اليوتيبي اللي انا كنت ملكيه في الشبكة القديمة لا اركب فيبر اقول لك لا انكمل عادي والشبكة او احنا بوسعها او الشبكة الجديدة اه شغالها فيبر اوبتيك واربط الاتنين مع بعض عن طريق الميديا كونفيرتز ازا ما احنا ما شايفين كده في فتحات RG45 في فتحات فيبر اوبتيك في فتحات كو اكسل كابل فازا ما احنا ما شايفين في الصورة عندي كده هو خد فيبر اوبتيك دخل الميديا كونفيرتز طلع ايه يوتيبي فها دي وزيفة الميديا كونفيرتز في الشبكة عندي نتكلم بقى في الجزء بتاع النهار بقى دلوقتي عايز ابني شبكة وكده ووصل شبكة عندي الجهزة بتاعتي عندي الكابلات بتاعتي عندي الكابينة بتاعتي او راج بتاعي او ال data center ال data center اللي ايه غرفة التحكم اللي بيتحكم منها ال IT في الشبكة بتاعته عن طريق سلفوراتوس وويتشاتو وراوتراتو طب ايه الخطوات دلوقتي ان انا اوصل الاجهزة دي بالكابينة بتاعتي اللي هي فيها ايه الغوتر بتاعي او السيرفر بتاعي طب هنعمل ايه هنوصلها باسلاك ومشيها كده جنب الحيطة وانطلعها من الشبكة واندخلها في شبكة وانطلعها من باب واندخلها من باب لا الموضوع اللي يوحصل في البيوت ده مش هينفع عندي في الشركة ومش هينفع عندي في مكان كبير في اجهزة كتيره يبقى اجبه بعشوائية وكده والاسلاكة اللي رايح واللي جاي خبط فيها وممكن تتقدع طب الناس بتعملي الناس اقول لك هم بيبنوا الشركة بيعملوا حساب النيتورك كابلز او النيتورك بتاعتي في الانفرستركش بتاعتي بيتفقوا مع الناس اللي بتبني او المهندسين اللي بيبنوا ان هم يمشوا في الحيطة مجر او خراطين تمشي فيها كابلات النيتورك تمام زب احنا ما شايفين كده كابلة بتاع ماشي في الحيطة واصل بالكابلة فبقوم انا بقى اعمل الكابل بتاع اللي هو الباتش كابل او الكورد كابل اللي احنا شايفينه ده وطا متوصل من البي سي للحيطة بوصله بحاجه اسمها والبي لاتس هتشوفها قدام تمشي في الحيطة من غيره لما تروح بالركب ينتسي بتاعتي طيب الباتش كابل ده و الكورد كابل ده شكله ايه ؟ اه متوصل او متقرج بطريقة الستاندر بي اللي احنا اتكلمنا عنها احنا حفظنا مفوض نحنا حفظنا الستاندر ايه وستاندر بي والكروسوفر تمام والرولوفر كابلة عادي كده احنا هنعمله دلوقت هنتعلم او ممكن اشتري جاهز ممكن اروح اشتري جاهز باطش كابل ده بحسب الوصول حسب الحاجة من الحاجة المحتاجة والتوصيرات من الناحية اتباه على الستاندر بي الاناتب من الشمال ابيل بلتغاني بلتغاني ابيل اقدر ازرق ابيل ازرق ابيل بني والطرف التالي نفس الكلام اتعالنا نشوف ازاي الحتة بلوجون رجي 45 في الكابلة يوتيبية هذا فيديو احتراف يوضح العملية نشرح لي الاول ان احتاج ايه عشان اعمل كابل ده الارجي ال 45 ام بتاعنا احنا اتكلمنا عليه دي زي حافظة كده او كسل الارجي هنشوفها هذا الكابل التي بي بتاعي سواء يوتي بي او استي بي دي اداة اسمها كريم بنج او احنا بنقول عليها بالعامية الراجة بتقوم بعملية التأشير بتقوم بعملية القصف بتقوم بعملية الكابس هنشوفها بتعمل ايه قدام وده التستر التستر من خلاله بفحس الكابل بتاعي بشوف الكابل بتاعي متوصل صح الاسلاك كلها متوصلة يعني هيقدر الكابل ده يستقبل ويرسل لبيانات ولا فيها عطل هنشوفه بيشتغل ازاي وده ماركر استعمل المركض عشان يعلم به اول حاجة اركب الحافظة بتاعتي هي حاجة جمالية يعني من غيرها الكابل هيشتغل ولكن حاجة بتزود لمسة جمالية كده للكابل بتاعي ويمسك الكريم بنج لاحظه هيحط الكابل في الحتة اللي هي فيها الكرف دي اللي هي نص دايرة دي عشان يقشر الجاكت من غير ما يجرح الاسلاك الداخلية شايفين؟ الحتة اللي هي نص دايرة دي بيلف هيقشر الجاكت السلاح مش بيوصل للاسلاك الداخلية هيبتدي يفرط الكابلات بتاعتي اللي هم التامن اسلاك اللي احنا انتفقنا عليهم وهيتبع الستاندر بي اللي هو يقول ابيض بورتقاني بورتقاني ابيض قطر ازرق ابيض ازرق ابيض ازرق ابيض بوني بوني يبقى هو هنا هيعمل كابل من نوع straight through تمام؟ لو هيوصل الترافين بتوع الكابل بنفس الستاندر او بنفس الترتيب ده يبقى الكابل عندها هيطلع من نوع straight through دي زي فتلة كده حرير اشد منها الكابل هو اجاب الرجي وحطه وهيعلم في مسافة معينة هيعلم مثلا سانتي زي ما احنا ما شايفين كده على الرولر رابط الرجي بعد الكابل ستوصل لغاية هنا ومحتاج الاسلاك ومتعديش الرجي فيعلم هنا لاحظوا حاجه معي هنا ان رابط الرجي وصلت عند اخر الكابل ان فيه هنا زي كلبس بعد اضغط عليه فيها كلبس مسلس بعد اضغط عليه يخنق الكابل يجعل الرجي يجعل الرجي مسك في الكابل سيستخدم كريمبنج في انه يقص الاسلاك بسوا واحد من المحت ومتعه ترتيب يدخلها في الرجي في الميجر الرجي في 8 أسنان نحاسية ومتعه الكليبس عند الضغط ينزل وغير تحضر الاسلاك من لديه من الاسلاك ومتعه كما وصل الكابلات ستوصلها لآخر RG بحيث أن الأسنان بعد الضغط تنزل تتزرع في الكابلات فتقوم بعملية التوصيل هي لسه لا مضغوط عليها يستخدم الكريمبنج للضغط ولحظوا معي حاجة في الكريمبنج لحظوا معي الأسنان أو في القراجة بعد الضغط تضغط على الأسنان في الـ RG فتقوم بعملية الضغط ويضغط على الأسنان حتى يزرعها في الكابل ويضغط على الكليبس الذي يمسك الـ RG يبقى كوي مش يتخلعب معي ويبدأ يرجع الكيس كنا نقوم بعمل كابل ويقوم بعمل UTP وصلنا الآن عملت الكابل أريد أن أتأكد الكابل لا 8 أسلاك دون متوصلين 8 أسلاك دون متوصلين ويستقبل بيانات ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل 8 أسلاك دون متوصلين حسناك إذا كان لديه لمبة لمبا مناورت سأرى رقم اللمبة من خلالها أعرف أي الكابل لمبا 2 مناورت فهذا معناه أن الكابل البرتقاني لمبا 1 مناورت هذا معناه أن الكابل الأبيض برتقاني ما توصلش. إنما هنا عندي التماني ينوره مع بعض. فده معناه إن الكابل بتاعي سليم. دلوقتي عارفك إزاي نركب الكابل من نوع T-B بالرجي 45 كوننكتور. نبتدي بقى نكمل الموضوع بتاعنا. بعد ما بوصل الباتش كورد بتاعي من الجهاز دلوقتي عملنا دلوقتي باتش كورد كيبل. ده شكل الول بليتز. دي اللي هي متركبة في حيطة. ومعمول حسابها والناس بتبني البناية. طب لو الناس ما عملتش حسابهم ببني البناية بعدين نقرروا انهم يعملون نتورك. نعملوا وهيجيب واحد اسمها داكس كده زرحت ما شايفينها بيمشوها تحت في الحيطة. ويمشوا فيها الكابلات. زي حماية الكيبل زي كده. بتحميه مثلا من القطع بتحميه من التداخل من التشويش. ودي الشكل الول بليتز بتاعتي اللي هي بتتركب على الحيطة من فوقها. طب الول بليتز دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها فتحة RG45 جاك. فتحة RG45 جاك. تمام؟ ممكن نحط فيها فتحة اللي هي بتتوصل بالكو اكس الكابل. تمام؟ طب شكلها ايه من وراء الول بليتز داك؟ او ايه هو شكل الارجي 45 جاك؟ ده شكل الارجي 45 جاك. اللي هو الجزء اللي مش باين من الحيط اللي هو ايه؟ مزروع في الحيطة. زي ما احنا ما شايفين كده فيها 8 اسنان. وفيها ترتيب. بمتبع الترتيب دوتو نوصل. 1-2-3-4-5-6-7-8-8 اسنان بتاعنا. على قد 8 اسلاك بتاعنا. اضغط على الكابل انه ينزل في الاسنان. بالجزء اللي هو الكيرف دوت. وفيه لحظة معي كده في الشفة اللي فوق دي. الشفة اللي فوق دي زي سلاح كده. وانا بضغط. وبكبس. بتقطع لي الجزء الزايد من السلك. هنشوف قدام الموضوع ده. نتفرج على فيديو كده. في طريق تركيب الارجي 45 جاك. ده شكل الول بليتس. السلاك طلع من الحيطة. ده ارجي 45 جاك اللي اشتريها. اشتري معها بيديله معها كده. زي بانش دون كده. بس البانش دون ديت يعني. مش زي كبيرة. مفراش الحيطة بتاع السلاح اللي بيقيته على الايه. بيقيته على الكابلز. الزايدة. دي ضغط فقط. هنشوف كده. اللاحظ ان فيه ترتيب الوان. با شكل الارجي 45 جاك. تركيب الول بليتس. سوف يقفين الاسلاك بتاعك طلع من الكهرباء. طلع من الحيطة. سيكفر كده للارجي 45 جاك. هيبتدي قشر الجاكت الخارجي. لنظر هذا الكبل الان توقع الكابلة نقوم بالترضي تربية كابلة بموضوع بموضوع نسترائي الان سترائي الان سترائي الان سترائي هذا يعني أن في الفتحة سنزل السلكة التي هي لونه أبيض بني وهنا البني وهنا أبيض أزرق وهنا الأزرق نعمش على التعليمات B وهنا أول سن أو أول فتحة ستضغط فيها الكابل لونه أبيض برتقاني وهنا البرتقاني وهنا الأبيض أخضر وهنا الأخضر هذا هو الستاندرد B لكي يظهر علينا كابل STREETSROOM فرط الأسلاك كما نعرف وهي بيطة في الأماكن المخصصة لها يجيب البنشدون لكي يضغط يجيب البنشدون لكي يضغط يجيب البنشدون لكي يضغط ولكن لا تقصف السلك الزيادة كما نرى كده عملية الضغط يجيب البنشدون لكي يضغط موضوع سهل يعني لا تكناش نفسك إن الموضوع صعب أنا فضلت إن أنا أشرح الجزئية دي تفقق على فيديو بدل ما أصورها السور وخطوات وكده يبدأ يجيب أصفة عشان يقصوا في الأسلاك الزيادة بعد ما خلصنا الجاك بتاعنا لشكله سيبدأ يركب بقى الكفر لاحظ إن الكفر فيه زي رقبة كده الرقبة دي هي اللي تضغط على السلك على الكابلة بتاعي وحيط اللي ما يوجد رقبة بتبقى من جوه دي زي بتحكم الكابلة كده أو متانة للكابلة نقوم بقى كده بعدين نركب الجاك بتاعي في البلت بيقول لك تخلي الكليبس بتاع الأرجي من فوق وده شكل البلت بتاعي بعد مركبناه كده حدا لك بنقض بقى كبير قائل بقى ابصف كورتي وبين كده بعض履ي وكده حتما لديك مركب الجاك بالم Turner أنت وقي ب этому وصلنا إلى الثورة إلى الغاية ثقلث ما يتم تركب الجاك لذلك نستركب فرات في باتش الباتش بانال الباتش بانال دي زي وشي بقوم اركب في الاسلاك بتاعتي عشان متعاملش مع الروتر على طول ديريكت لا دي بتبقى زي واسيت كده ما بين الروتر وما بين الكابلات بتاعت اللي جاية تمام ده شكل الباتش بانال بتاعتي ده شكلها من ورا نفس فكرة تركيب الارجي 45 جاك اللي احنا نسا شايفينها بعد ما تركب الكابلات بعد ما تركب الكابلات فيها بروح اركبها في الروتر زي ما احنا ما شايفين كده تبقى وسيط ما بين الروتر او ما بين السويتش بتاعي ما بين الشبكة عشان متعاملش مع الاجازة دي ديريكت نشوف فيديو تالت لعملية تركيب الباتش بانال زي ما احنا ما شايفين كده زي ما احنا ما شايفين كده الباتش بانال بتاعينا برضه فيها تعليمات ايه و تعليمات يعني بقى بقى ستاندر او ستاندر بي فيه هنا تمن اماكن لتمن اسلاك بتوع زي ما احنا ما شايفين كده دول السنتين بنزل مكانه بنزل وستيهم الكابل فيقوم بعملية التوصيل بيقولك هنا هو هيركب الباتش بانال نشارك التوصيل الستاندر بي احنا الترجم الليل اتباه التعليمات البت Lilly التصメ R نسوم الترتيب B ويبتدى ان يقوم بترتيب الترتيب ويضع ابنه بني يبتدى يعره الكابل هيعمل باتش كورد كابل من نوع باتش كورد ويبتدى بطريق شبكة ويبتدى يبايت الأسلاك في كل مكان مخصص لها ثم البانش داون يضع على الأسلاك ترى البانش داون الكبيرة تضغط و تقصف لاحظ كده بيضغط و بيقصف في نفس الوقت لا يحتاج اقصف كده البانش بانيل بتاعتنا تركبت هبتدي يجيب الكبرات بتاعتها موضوع سهل جد لا يوجد شيء صعب كده البانش بانيل بتاعتنا بقيت الجهازة بقيت الجهازة انها تتركب في الركب بتاعي تمام او الكابينة بتاعتي اذا ما شايفين كده نقدر نشبهه بدولاب مثلا عمودين البانش بانيل بتتركب كده بالعارض بتبقى وسيط ما بين الشبكة و ما بين الجهاز بتاعي طيب انا دلوقتي وصلت الاسلاك بتاعتي اللي هي جاية من الشبكة من الباتش بانيل و من الباتش بانيل بالايه بالدفايز بتاعي طيب دل عملية كده مش عارف الكابل ده بتعمين ولا الكابل ده جاي منين ولا الكابل ده بتوصل بقى اني جهاز عندي في الشبكة طيب في الحال تده استخدام اللي بول ميكر اللي بول ميكر ده و كده بعمل اللي بول على الكابل بتاعي بكتب عليه الكابل ده بتاع مين مثلا الكابل ده جاي متوصل بجهاز رقم ثلاثة ادارة السيلز مثلا الجهاز رقم ثلاثة في ادارة اي تي عشان لما تحصل مشاكل اقدر ايه اعرف المشكلة فين او اعرف احلها بسرعة تمام؟ ما فيش امكانيات ان انا جيب اللي بول ميكر شايفين كده ايه؟ الستيكر الصغيرة دي كده واكتب عليها كل كابل رقم جهازه عشان في الاخر نقدر ايه؟ نوصل للصورة ديات ما نوصلش للصورة ديه تمام؟ اعمالها منظمة اعرف حل المشكلة بسرعة حصل عندي مشكلة اعرف حلها بسرعة انما ان الله حصل عندي مشكلة احلها ازاي؟ تمام؟ كده احنا عرفنا النهاردة ازاي بنركب الارجي 45 جاك في الكابل التيبي وازاي بنركب الارجي 45 وازاي بنرتكب الارجي 40 وازاي بنركب الارجي وازاي بنركب الارجي عملية مشية في النتوارك وازاي ركب الباتش بانل الباتشبانل هي بتقوم عملية الوسيط ما بين الديفايس بتاعي اللي هو سويتش او راوتر ولو اجهزة عندي اه لو في اي استفسار احنا مستنينكو عن طريقة تعليق على الفيديو على اليوتيوب او الاسئلة على الباجة بتاعتنا التكنيو دكنت على الفيسبوك وانتظرنا اشتركوا في الفيديو